هذا برج السرطان هذا قرائتك العامة رح نلقي فيها نظرة أول على الطاقة العامة لهذا الشهر ومن ثم وضعك المالي الصحي الحياة العاطفية وأيضا أي أخبار تتوقعها أو بانتظارها أنت خلال هذا الشهر عزيزي برج السرطان طاقتك جدا جميلة وتبشر بالخير لأنه عندك كرت الشمس وهي كرت جميع النجاحات تحقيق لجميع الأماني المعاجز إذا كان لديك أي شيء أنت تمنى وكنت بانتظارها في هذا الشهر كرت السرطان هو طبعا برج الأسد أو الطاقة نارية فأرى أنك حققت لحد الآن تسع الخماسيات حققت لنفسك شيء يذكر أنجزت وصلت لمرحلة يعني تعبت على حالك سواء جسديا ماليا في المهنة تعبت على نفسك لحد ما وصلت لأمور معينة في بالك نجاحات معينة على الصعيد المالي خلا نقوله بشكل عام لأن الخماسيات هي طاقة الأرض والمادة ولكن أنت بارتقاب في هذه القراءة بالضبط تسع الخماسيات قاعدة تطلع لي كأنك قاعدة تنتظر شيء زيادة الخماسي العاشر أن يأتي ويكمل عليك السعادة يكمل مجموعتك أنت تحس أن في شيء غير كامل عندك احتمال إما أنك حققت النجاح المهني المادي وبانتظار الزواج والحب أو العكس حققت الزواج والآن أنت متفرغ نحو النجاحات المادية ولكن هذا الشمس اللي رح سوف تسطع عليك في المستقبل هذه ليست شيء تستطيع أن تنجزه بجهدك أن طبعا برج السرطان كرتك هو كرت العربة الشاريوت وطبيعتك تتحرك إلى الأمام وتنجز الكثير دائما تتحرك إلى الأمام دائما عندك تطور تقدم تسهيل الصعب فلحد الآن هذا يفسر مرحلة الاستقرار اللي وصلت لها نفسك ولكن التاري يخبرك أن مرحلة انتظار التكملة الخماسية العاشر هي رح تكون مثل المعجزة لأن هذه ليست بيدك أو بيدي النصيد مثلا النجاح تحقيق السعادة الكاملة أنت تقدر مثلا تحقق 90% سعادة 98% ولكن 100% يجب أن يكون فيها تدخل من الله هدية من الله هدية من السماء رح إن شاء الله تأتيك في وقت قريب ورح تكمل عليك سعادتك اللي أنت قاعد تنتظر وترتقب وتحسنها ناقصة وأقول لك إن شاء الله لأن أنت أشوفك في مرحلة حاليا ترقب كأنك قاعد تطالع كل الإنجازات اللي سويتها لنفسك أو الأمور اللي مريت فيها عشان توصل لها المرحلة وتنتظر تنتظر ليش انتظارك لأن أنت عارف أن الشيء اللي مفروض يأتيك لا تستطيع أن تجلبه بنفسك يجب أن يأتيك من السماء على الصعيد المالي نجاحاتك المرتبطة بالحاضر سوف تستمر إذا قال لديك عندك page of pentacles البنتكل الصغير الخماسي الصغير وعندك ملك الأرض أو الخماسيات إذا عندك شيء بسيط صغير حاليا قاعد تشتغل عليه احتمال إنه يجلب لك دخل زاهد أو زهيد تمسك فيه بكل قوتك لأن هذه البذرة الصغيرة المشروع الصغير اللي عندك الحرفة الهواية الشغف اللي أنت عمل عليه هذا باستطاعته أن ينقلك إلى مرحلة ملك الخماسيات ملك الأرض وهو ملك عنده التحكم على جميع عناصر الأرض بما معناه المادة ملك المادة ملك المصاري رح يبدأ بشيء صغير عندك وابعك المالي بشيء بسيط عندك بمشروع بسيط فكرة بسيطة وإن كانت بالنسبة لك غير كبيرة أو مهمة أو ذات صيد ولكن هذه رح تتحول لك إلى سبب لجميع نجاحاتك المستقبلية على الصعيد المالي أو المهني رح تأخذك هاي القفزة الكبيرة وبالنسبة لي رح تضل في مرحلة انتظار لأن أنت قاعد ترتقب سعادة تكملة سعادة خلي نقول مقاعد ترتقب خماسيات أكثر ولكن المضحك في الموضوع أنه ستأتيك خماسيات أكثر مادة أكثر نجاح أي شيء تحاول تسويه على الصعيد العملي رح تنجح فيه أسرع من الصعيد احتمالا العاطفي لأن العاطفي رح يأتيك شوية بعد فترة شوية للأمام ولكن ليس الآن الآن مكتوب لك وقت النجاحات العملية أي شيء تضع يدك فيه رح يثمر فاستغل الوقت حاليا في البداية واخذ الفرص اللي تأتيك على الصعيد الصحي أرى أنك يا برج السرطان كنت عارف أو مكتشف أنه عندك أوجاع معينة آلام معينة تأتيك ثم تذهب ولذلك أنت كنت تهملها لا تخبر الآخرين عنها تداريها عن الناس احتمال ألم يأتيك في الخاصرة ألم يأتيك في مكان معين تداري بينك وبين نفسك تخبيع عن أعين الناس ولا تستشير فيه أحد وأنت قاعد تقلل من أهميتها فالنصيحة لك على الصعيد الصحي أن تفحص أن تتكلم أولا أن تتكلم إلى المقربين منك ترى ماذا يشهرون عليك وأيضا أن تفحص نفسك تذهب إلى الطبيب وأن تفحص هذا الألم البسيط مجرد عشان تتأكد أنه هو مجرد ألم بسيط أو أوجاع عادية يعني أسان تتأكد أنه ما في مشكلة كبيرة لا تداري بعد اليوم على الصعيد الصحي يقول لك لا تداري على الصعيد العاطفي عندك تلاقي أرى أنك مثل ما قلت لك أنت تنتظر أنت عندك المال عندك المجاح وحتى أن لم تكن تمتلكه فهو موجود من أجلك اللحظة اللي تقرر فيها أن تنجز أمور تجلب لك المال رح تستطيع إن شاء الله ولكن أنت عينك على الحب عينك على الشريك قبل الأسرة أنت حاليا تفكر في الشريك متى رح يأتي كيف سيكون شكله قاعد تسأل كثيرا متى أنت مستغرق في التفكير عندك ملك السيوف طاقة العقل احتمال أيضا أن يكون هو برج هوائي ولكن أنت قاعد ترتقب وعينك على الشريك متى رح يأتي تحس أنه فيه تأخير في الموضوع وكأنك يعني مثل اللي زعلان بزعلك من القدر أنت زعلان وعندك مشكلة حاليا مع القدر نفسه أو مع النصيب تحس أنه فيه تأخير تحس أنه ليش أنا أخرتني ليش أنا لحد الآن أنا جاهز أنا أملك كل مقاومات أنا أملك كل ما أحتاجه ليش بس هاي النقطة نقطة الحب مثلا نقطة العاطفة لحد الآن ما حصلت والجواب لك من التارو أن كل شيء سيأتيك كما تستحقه ولكن في الوقت الصحيح لأن أنت تريد شخص يكون يستحقك وتستحقه مكافئ لك التارو يخبرك أن لا فائدة أن مجرد تدخل في علاقات في هاي الوقت مع أشخاص غير مناسبين أشخاص احتمال مجرد ينتبهون إلى وضعك المالي يحسون أن أنت مغري أو جذاب لأن وضعك المالي منيح أنت تريد شخص يراك كما ترى شريك مكمل شخص تستطيع أن تبني معه فالتارو يخبرك أن لا تسأل كثيرا عن متى خلك أكثر صبرا لأن كل شيء تستحقه وأنت تستحقه متقابلين أنت على هاي الجهة تستحقه ولكن سيأتيك بعد فترة في أمور معين احتمال عندك في الكواليس عند هذا الشخص في الخفاء تحتاج أن تنتهي من أجل أن تستطيعون أن تتلقون في المنتصف وما يكون في أي عوائق زيادة لأن اللي قاعد أسمعه أن لما يصير اللقاء بينكم يهني المفروض يكون اللقاء السعادة ما في زعل ما في كدر ما في علاقة ثلاثية ما في طرف ثالث ما في أحد ثاني في الصورة لأن أنت تستحق السعادة فمن أجل أن تأتيك فعلا السعادة بهالشكل وبطريقة أن تستحقها شوي أصبر فشريكك موجود وإحتمال هو أيضا يمر بأشياء مشابهة لك ولكن لا تتنازل يعني حتى لو أني أحسك شوي تحس بالوحدة في هاي الوقت أحسك لا تتنازل لأن التالي يخبرك أن تكون شوي سنجل زيادة أعزب لوقت زيادة أفضل من أنك تكون مع شخص غير مناسب لك أو الشخص الخطأ ويكون مجرد مضيعة للوقت عندك الكثير هنا من الطاقة الهوائية وبرج الميزان احتمال أن يكون برج هوائي واحتمال هو أيضا ينتظر أشياء معينة تحدث في حياته من أجل أن يستطيع أن يحدث اللقاء بينكم اللقاء بدون دراما بدون كذر الصبر حلو إذا كنت تنتظر أي أخبار معينة على أي صعيد من الأسعدة فالرسالة مكررة بالنسبة لك أنه ما تستحق موجود ما تستحق أيضا ينتظرك ويترقبك مثل ما أنت مترقب وتسأل متى نفس الشيء ودائما أحس أن طاقتك يهني صايرة عاطفية تنتظر الحب أو الشريك تنتظر أن يدخل أيضا هذا الشخص إلى حياتك أنت مستعد أن يدخل هذا الشخص الجديد في حياتك احتمال أن هذا الشخص حاليا يمر بمرحلة طلاق لأن دائما ملكة السيوف تسمى الملكة المطلقة الملكة اللي تمر في أمور كثيرة قبل أن تستطيع أن تحكم مملكتها هذه قصتها فاحتمال أنك أنت جاهز أكثر من الشريك الشريك عنده أمور شوي محتاج أنه يعملها من أجل أن يصل من أجل أن تصلون إلى عشرة الأكواب مع بعض السعادة المطلقة الالتقاء تحقيق الأماني الاجتماع تحت سقف واحد في بيئة سعيدة ما فيها زعل ما فيها خوف ما فيها ترقب من أحد يدخل حياتكم يكدرها طاقة سعادة ما فيها حزم من أجل أن تصلون لها في أمور شوي معينة تطلب منك التفهم والصبر ملك السيوف بالنسبة لي هو أيضا ملك أعزب وإنت ابتدين قراءتك بأنك أعزب فهذه هي طاقتك عليك شوي أن تصبر فسعادتك موجودة ولا تزعل من التارو أو من القدر أو من الله يعني لا تكون مثل اللي كأنك مخذول أو فقدت الأمل لا تفقد الأمل شريكك موجود واحتمال أن أيضا يمر بأشياء معينة يحتاج ينجزها من أجل أن يحدث اللقاء بينكم أو تجتمعون سواء أن تلتقيتوا من قبل أو لم تلتقوا من قبل هذه القراءة عامة رح أسحب لي كارت تبع النصيحة يا برج السرطان من أجل شهر أبريل برج السرطان نصيحة أخيرة شهر أبريل أنا أحبك هذه الكلمات قوية المضحك في الموضوع أحس أنت يا برج السرطان طلع لك هذا الكارت لأن أنت محتاج تسمع هذه الكلمة من شريكك أنت محتاج حبيب في هاي الوقت أن تملك كل ما تريد على الصعيد المالي أو تستطيع أن تملكه ولكن أنت تترقب كل ما تأحبك أو تترقب وجود الحبيب في حياتك أتوقع أن هاي الكارت طلع عشانك عشان يوصلك إحساس الحبيب حتى وإن لم يكن موجودا في حياتك لحد الآن حتى وإن كان مشغول في شيء ثاني حاليا الحب موجود حتى وإن لم تلتقوا التواصل بينكم الرابط هو على ما سوى الروح مثل السوى الميت فإن لم تلتقوا لحد الآن أتوقع أنه لم تلتقوا لأنه معاكسة الاتجاه فهو يحبك يبادلك الحب موجود فتر يخبرك بهاي الكلمة على لسان الحبيب حتى وإن كان لحد الآن لم يدخل فعليا في حياتك أو لم تحدث الشراكة كارت أيضا رح أسحب لك تبع ما يجب أن تعرفه عن المستقبل بالخصوص هالكارت تسقط بالغلاط أسحب لك كارت أهاي انقلق بالضبط شنو قلت لك برج السرطان سيدة الهدية الكرم استلام الهدية برج السرطان أنت بانتظار هديتك وأنت تحس أن هديتك هو وجود هذا الشخص في حياتك وأنت تكونون سعيدين مع بعض قلت لك أنت وصلت إلى كل هذا بجهدك تستحق أن ترفع القبعة من أجلك على إنجازاتك لحد الآن ولكن أنت بانتظار هدية من السماء وهذه الهدية مثل ما خبرتك رح تأتيك فلا تفقد الأمل أو لا تتأفف لأنها في الطريق طلع عليك كرت الهدية وهديتك هو الحبيب إن شاء الله شكرا لك